واضم أن صباحنا لليوم رح نروح بأول فقراتنا لنتعرف على المدرسة السورية الذكية هاي المدرسة انطلقت وحملت رسالة إنسانية تعليمية وكان الهدف من إنشاءه أن السوريين اللي خارج حدود الوطن دائما يبقوا على تواصل مع المناهج السورية وهنهم خارج سوريا اليوم رح نحكي أكتر عن هاي المدرسة شو هي أهم إنجازاتها وكيف كان تفاعل السوريين خارج البلد الأوم معها أكيد معلومات كتير مهمة حيخبرنا عنه ضيفنا لليوم هو الأستاذ همام دبية تساعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك صباح نور الله أعطيك العافية شكرا لكم أخي الإعلاميين والرحمة لأرواح شهداء الوطن الذين حققوا الانتصار لسوريا لجيشها لشعبها لقائدها آمين نساعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك بداية خلينا نعرف المشاهدين على آلية عمل أو شو هي المدرسة الافتراضية بالتأكيد التعليم الافتراضي هو شق من أحد المراحل أو البنود التعليمية يتضمن أنه أن يكون هناك افتراضا وجود مدرسة أو وقاعة صفية خارج الإطار المكاني يتفاعل فيها الطالب مع استعريه هناك أمواع من التعليم الافتراضي الإلكتروني منه متزامن وغير متزامن ومدمج التعليم الغير متزامن يكون الطالب يأخذ فيه الحصص الدرسية بفترات مختلفة بفترات الأستاذ بعطلوا إياها على الأنترنت أما التعليم المتزامن الذي تعمل به القوانين السورية حاليا وفق المرسوم 55 لعام 2004 النظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة يتضمن أن يكون القاعة صفية تحتوي الحد الأعظمي فيها 30 طالب ويكون الأستاذ على منصة تعليمية داخل سوريا يقوم بأطاء الدروس التعليمية للطلاب الموجودين وفق مناطق تواجدهم على مختلف دول العالم يعني يكون واحد بالسعودي واحد ببرازيل واحد بالنيجر واحد بأوروبا يعطي الدرس الأستاذ وكل الطلاب يكونوا يفاعلوا معه بطريقة تزامنية طيب أستاذ قبل ما نكفي حديثة معك اليوم ونتعرف على هذا الإنجاز الذي يطلع خارج حدود سوريا وأكيد اليوم هناك أهداف كثير همية سنحكي عنها ولكن دعونا نذهب لهذا الكليب التعريفي بالمدرسة ونرجع لأننا منكم وإليكم لأنكم حاضرنا ومستقبلنا ولأننا تعاهدنا أن نبهر العالم معا أنشئت المدرسة السورية الذكية الافتراضية الحاصلة على الترخيص الأول في سوريا لتكون لأبنائنا بارقة أمل لمستقبلهم المشرق تدرس المنهاج السورية من الصفوف التحضيرية حتى الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي وتستقبل الطلاب من جميع أنحاء العالم كما أنها أول مؤسسة تعليمية متخصصة بالتعليم الافتراضي تحصل على شهادة الآيزو 2018-21001 على مستوى الجمهورية العربية السورية وأول مدرسة تجري امتقانات لطلاب شهادة التعليم الأساسية والشهادة الثانوية العامة خارج حدود سوريا كنا نرى بعض المعلومات التعريفية بالمدرسة اليوم نحمل أهداف إنسانية تعليمية أي حدا نرى اليوم يستغرب أن الشخص الموجود خارج سوريا اليوم هو ضمن ثقافات جديدة مجتمعات جديدة الفتاحات جديدة اليوم شو الهدف اليوم أنتو ضربتوا بين هاد الطالب وبين المناهج السورية؟ فعلا سؤال هام جدا شكرا لك أنسي الحقيقة الأهداف الأساسية للمدرسة هي الوصول لطلب السوريين اللي فرضت عليهم شروط الحرب بأنه يكونوا الإرهابي التي شنت على سوريا أن يكونوا خارج القطر قسم منه متواجد خارج القطر قسم منه كان بالأساس له عمل ذويه خارج القطر فرغبة منهم بالوصول إلى المنهاج السوري قدمت المدرسة ووضعت أهداف بأن يكون هناك تعليم متكافئ لكافة الأبناء الطلبة على مستوى العالم بأنه يوصلوا للمنهاج السوري يتبعوا ويدرسوا ثاني هدف حقيقة هو رفع السوية التعليمية للطالب نحن ما فقط بدنا نجيبه على المدرسة نحن كمان مهمتنا نرفع السوية التعليمية ويكون زوي كفاءة ويكون عنده قدرة على محاكاة المنهاج السوري والتعامل معه ويكون ناجح فيه إضافة أنه في كثير من الطلاب ما قدروا يتابعوا تعليمين كان هناك فاقد تعليمي كمان كان أحد هدافنا هو تعويض الفاقد التعليمي وعنده هدف مهم جدا هو اللغة العربية تعزيز اللغة العربية وهميته ونحن عم نشوف دوما اهتمام صناع القرار بسوريا باللغة العربية نهدف كذلك إلى خلق بيئة تفاعلية ما بين المدرس والطالب إلى خلق الجو من الابتكار لدى الطلاب إلى حسر الروح على الاستكشاف والبحث العلمي لدى الطالب بدنا سعينا دوما أن نكون لدينا كادر تدريسة يتوافق مع أفكار الطلبة وتطويرها من خلال نشاطات تفاعلية مهمة قادرة على مواكبة التطورات العالمية طب استاذ خلينا نحكي عن الصفوف المدرسية اللي عم يتم تدريسها ضمن المدرسة كيف عم يتم تدريسهم ضمن المدرسة؟ كيف عم يتم تعامل مع هذول الطلبة؟ نحن الصفوف المدرسية هي من الأول حلقة التعليم الأساسي الأولى إلى الحلقة الثانية إلى البكالوريا من مرحل التعليم السانوي البكالوريا نحن نخرج كافة الطلاب بمهن المراحل التعليمية بما فيها تعويض الفاقد التعليمي وفق المنهج في أرابي بشكل عام المدرسة السورية الزكية هي مدرسة خاصة تتبع نموذج التعليم الافتراضي المتزامن وفق المرسوم 55 لعام 2004 ما ينطبق على مدرس التعليم الحكومية والخاصة ينطبق على المدرسة السورية الزكية الافتراضية دعونا نذهب للمناهج اليوم نقول الافتراضية نتعامل اليوم مع مواقع الكترونية ستكون غير الوقت اللي يكون الأستاذ أنت مقابله اليوم أنت عم تتعامل نراء شاشة مع هدو الأطلبة اليوم كمناهج هل التزمتوا بالمناهج اللي وضعته وزارة التربية أو كان لكم شي خاص فيكم هذا السؤال هو شقي الحقي الشق الأساسي هو المنهج السوري يجب أن يكون بشكل عام نحن منطبق المنهج السوري الأساسي يعطوا وفق المنهج السوري ولو بأسلوب التعليم الافتراضي إلا أنه يكون حقيقة إلو جهود متميزة بده جذب أكتر بده حالة تفاعلية من الطالب بده حالة تفاعلية من الأستاذ مع الطالب بده وسائل تعليمية تواكب التعليم الافتراضي كونه الطالب ما نموجود يعني بشكل عام هذا الموضوع حقق نجاح كبير من خلال أن المنهج السوري مناهج متطورة وحقيقة نعتز بها فلذلك حققنا نجاح بتطبيق المنهج السوري فنحن ملتزمين بالمنهج السوري ونعطي المنهج السوري لدينا مناهج إثرائية أخرى تعتمد على المطلبات يحتاجون الأهالي وأبناء مطقين أبناء مطلبة شو بيحتاجوا معلومات إضافية شو عندهم رغبات وشو في ميول لكل طالب ممكن نقدم منهج إثرائي كمان معترفي من وزارة التربية إن كان بمجال اللغات وإن كان بمجال المعلوماتية وإن كان بمجال اللغة العربية وإن كان مجال الرياضيات حقيقة بهذا الموضوع نحن عم نشتغل عليه كثير وعم نتعب عليه بحيث أنه الطالب اللي يكون بره يشعر فيه أنه هناك انتماء حقيقي لا وطنه ولا جهوره خلينا نحكي شوي عن الشهادات الصادرة ضمن المدرسة يعني حتى نهاية هذا العام المراحل التعليم الأساسية الشهادات الانتقالية تتم مفقى امتحانات إلكترونية تكون بإشراف مديرية التربية المختصة بيتم إجراء الفحوص الانتقالية لكن هناك مرحلة التعليم الأساسية شهاد التعليم الأساسي هذي بدون يحضر الطالب فيها إلى مركز امتحانة معتمد من وزارة التربية بدون يكون فحص فيه حضوري كذلك امتحان البكالوريا الشهادة الثانوية العامة كمان بدون يكون امتحان حضوري بشرف وزارة التربية وبمكان محدد من قبل يعني وصادر فيه قرار من وزارة التربية نحن قدرنا بالمدرسة السورية الزكية بأنه نأمن مكان للمراقز امتحانية خارج القطر مشان نسهل موضوع الامتحانات هذا المركز الامتحاني كان معتمد من قبل وزارة التربية بإشراف وزارة التربية المراقبين كانوا من وزارة التربية كانت بالإمارات طلعت لجنة وزارية أول مرة كشفت على المكان ووافقت عليه الثاني مرة طلعت لجنة لمراقبة الامتحانات والعملية الامتحانية بشكل كامل من تقديم الأسئلة إلى مراقبة الامتحان إلى جمع النتائج النهائية واختارها إلى سوريا وصدرت النتائج النهائية من هذه المركز الامتحانية هذا المركز الامتحاني الحضوري كان مهم جداً لأبنائنا لأنه فعلاً حقق الارتياح وأريحية للطلبة من تعافي عباء السفر وانشغال الأهل والطالب أحياناً حتى يجي على بلده ويرافقوا أهله وممكن يكونوا مشغولين بشيء كان شيء رائع جداً بهذا الموضوع اليوم جهود مهمة اليوم بذلتوا وخاصة نوات بنقول خارج سوريا اليوم نحنا عم نشتغل على تأمين مركز لتأليل الصعوبات على الطلاب فهذه الحالة النجازة نرجع لهذه النقطة ولكن اليوم نحن مطلوب أن نضوي أكتر على آلية التعليم اليوم هل أنتم متلزمين بالساعات توقيت المحددين كان بعدد الطلاب ساعة الإعطاء وقت المدرسة نحن نعرف أن نبدأ بأيلول ونخلص بنيسان أو الشهر الخامس هل كان لديكم برنامج خاص بكم حتى بهذه القصة؟ بدي رجع قوله هو المنهاج السوري تعافي موزع على مدار العام نحن نطبق المنهاج السوري يبدأ الدوام الساعة 8 صباحا على مرحلتين لأنه في هناك ظروف للطلاب في منهم بيكونوا خارج سوريا اللي خارج سوريا بيكون عندي فترة الدوام ما بدأ الصبح عندي للاساعة فرقت الساعات اليوم فرق الوحدة طيب يبدأ كمان المرحلة الدوام الثاني المرحلة الثانية من الدوام لكن يبدأ الحصة الصفية تبدأ الساعة بساعة واحدة مدرسة نظامية اليوم حتى بيقوموا بيرددوا النشيد الوطني وأول حصة درسية كافة الطلبية بشيء رائع جدا كونوا متواجدين بمكان واحد أو كل حدا من مكان مختلف نحن نحن متواجدين بأماكن خارج سوريا كل واحد بمنطقته بمنزله بمكتبه بمكتب والده بشكل عام يكون الطالب خارج سوريا ما فيه تجمع الطلبية كلين مستحيل بقاع صفي فإنما يحضروا بشكل أونلاين وهناك شوط محددة يعني لأنه يحضر بدي يكون جاهز ملتزم حتى من خلال التعامل ما أنه ولا مسموح يقوم ويرجع على يأخذ شاي يأخذ مسكف تماما فإنحنا لأ بده يكون موجود متواجد خلال حصة صفية ومرهقة للطالب ولا للأستاذ كمان أستاذ بده يتابع الموضوع صحيح وفيه تجاوب كبير من الأهالي بهذا الموضوع يعني الأهالي يعني عبيلاقوا ارتياح كبير بأنه ابني عبيتعلم بشكل جيد وأبني عبيتواصل مع أولاد بنده هذا الطالب من دمشق طالب من حما طالب من لاتقية طالب من حلب طالب من ديرزول عبيتكونوا بقاعة صفية واحدة فعطينش أعلاقة حميمية جدا من خلال هذا التعاون تعويت حتى مو فيهن بيتصولوا يتواصلوا مع بعض خارج أوقات الدوام بيتواصلوا مع الأسادزي فنحن بشكل عام بيبدأ دوابنا بشكل رسمي وكل حصة صفية بيخلص الأستاذ إذا كانت الحصة الصفية خلصت بيخلص بيرجع هو أو بيرجع الأستاذ غيره بيرجع على المنصة هون بديقول أنا كمان المنصات اللي عنا هي منصات حديثة متطورة تعتمد وسائل وتقنيات مهمة جدا لأنه تحقق لغة التواصل وإمكانية التواصل بكفاءة وموثوقية عالية جدا جدا تماما أستاذ يعني اليوم دور حكينا عن دور الطالب ودور الأهل كمان المدرس له دور كتير كبير يعني يمكن بيواجه الصعوبات بالتدريس عند طريق الأونلاين أكيد يمكن تكون أصعب من التدريس وجها لوجه أو يمكن يكون فيه شروط معينة لانتقاء المعلمين اللي بيدرسوا عندكم ضمن بالمدرسة خلينا نحكي شوي عن هاي الآلية بالتأكيد عم الشيء أنه نحن قدرنا نأمن فرصة علمية لكتير من أبناء سوريا اللي بيمتلكوا شهادات علمية اللي بتأهلين أن يكونوا معلمين الشيء الثاني بيكون الانتقاء من خلال لجنة تختبر هذا المعلم أنه قادر على أنه يكون بكفاءة جيدة بيقادر على أنه يوصل المعلومة عن طريق الأنترنت للطالب بشكل مهم عم نشتغل على هذا الموضوع هذا نحن ما بكفي هيك كمان نحن عم نعزز قدراته ونطوره يعني المعلم نمن عب يبدأ أحياناً يكون فيه احتياج لبعض النقاط فيه نقاط ضعف فيه نقاط قوة نحن عم نستفيد من هذا الموضوع وهون بدي أذكر نحن جبنا تعقدنا مع خبير ياباني في التعليم دكتور حسين زاناتي هو بالأساس من مصر حقاً لكن يعمل في مجال التعليم في اليابان من أجل طرائق التعليم وتحديث أساليب التعليم واهتمام بالعملية التعليمية للأستاذ نكتل ما بتعرفه جودة التعليم أحد أركاز الركائز الأساسية هو الأستاذ فكان لابد من تطوير المعلم وقدرته على طرائق التعليم قدرته على أعطاء الدروس بكفاءة قدرته على خلق بيئة تفاعلية قدرته على جذب الطلاب على تشجيع على البحث على التعلم من الأخطاء على الشفافية على الوضوح الحقيقة بدأت تكون نحن يعني من نكون قول مدرسة إفتراضية فأنت عم تنافسي العالم على مستوى العالم مع دعبة نفسي على مستوى القطر لأن الطالب هناك بده يقارن أنا ما بين مدرسة موجودة بسوريا وما بين مدرسة موجودة عنده بما كان موجودة هناك مدارس كثيرة في الدول العالم وهناك تعليم كثيرة فنحن بدنا نكون تعرفين الموضوع موضوع منافسة منافسة بدأت تم وفق شروط شروط أنه بتم تلك المعرفة شروط جودة شروط المهارات شروط لتخلاقي فيها محبة العمل إضافة لأنه هناك خلق البيئة التعليمية الضرورية لأنه يقدر الطالب يطور حاله فيها بالاستكشاف والابتكار طيب أستاذ خلينا هكي نحكي شوي عن آلية التسجيل اليوم الطلاب اللي شافوا برومو المدرسة وحبوا أنه اليوم يكونوا ضمن هاي الأجواء شو هي أهم الأوراق اليوم المطلوبة من الأطلاب اللي يكونوا ضمنه؟ طبعا هو طلب انتساب يقدمه الطالب بده الصور شخصية بده كمان إضافة بده يقدم أنه وثيقة تثبت أنه خارج القطر وإذا كان داخل القطر بده يكون هناك سبب طلاب صحي بعيقين على الوصول إلى مدرسة ناخد بالحالة موافقة وزارة التربية في مناطق اللي حقا تحتاج إلى تعليم حكومة كمان نحن عم ناخد موافقة عليها هذا الطالب هندول الشروط المطلوب وثيقة من المدرسة بأنه هو بالمرحلة التعليمية إذا كان طلب انتساب جديد يعني فينا نقول أنه المدرسة مو بس للطلب اللي خارج القطر كمان متاحة للطلب اللي ضمن المعقل حالات خاصة جدا إن كان حالات مرضية أو حالات بتكون مناطق بحاجة إلى تعليم حكومة مقادر الطالب يوصل للتعليم الحكومة فقط بس مو متاحة للجميع يعني إذا فينا نقول بس بحالات معينة الحضور المتاحة لأنه نروح لمدرسة حضورية لا يجوز أنه نستقبله من مدرسنا بالتعليم بافتراض يعني اليوم وزارة التربيعات استثناءات خلين نقول بعض الحالات اللي يكونوا ضمن المدرسة حالات خاصة جدا بتكون وفق حالي صحية حرج جدا ما ممكن يوصل للمدرسة الحضورية مثل ما قلنا في مدارس في طالب ما يقدر وصل للمدرسة الحكومية فكمان هو العدد قليل جدا حقا طيب استعز بس خلي نرجع لنقطة ذكرتها حضرتك تم الاستعانة بخبير ياباني اليوم حتى يقدر يضيف يقيم يصوي بيعدل اليوم شو أضاف يعني اليوم شو اليوم المعلم السوري أو المنهاج السوري نحن اليوم بلد شو بحاجة أكتر شي من خلال اليوم هاد التجربة من حضرتك متل ما بتعرفوا المنهاج الجيد متوفر الطالب عنده محبة لأنه يتعلم ويبقى عندنا الكادر التعليمي أنه كيف بده يوصل للطالب يعني فلسفة المنهاج نحن ما بكفنا نعطيه منهاج بدنا نعطيه فلسفة المنهاج للمعلم كيف يتعامل مع المنهاج مع المقدمة نتيجة تفاعل ابتكار فهذا الموضوع الخبير الياباني عاب يقوم فيه بشكل دوري ويطور كفاءات المدرسين من خلال المكان مثلا راحة التعليمية الأساسية تحتاج إلى قدرة وحيوية تحتاج إلى نشاط متميز تحتاج إلى خلق جو تفاعل في رهبة للطالب لما يدخل إلى المدرسة هذا الموضوع يخلي الأستاذ يريح الطالب بده كسر جليد خلينا نقول المجرومات اللي تعلق به الموضوع هناك نمرومات نحن على الموقع كيف الدكتور حسين زناتي عاب يتعامل مع الأساسي والطلبة وبتفع بلاق والارتياح والشوق دوما لأنه يتعلم الأفضل والأحسن هل صعوبات اليوم بيواجهوها المعلمين أو حتى الطلبة أو أهاليهم بآلية هاي التعليم؟ يعني هو حقيقة نحن ما عنا صعوبات مغير أحياناً بيكون عندنا نينو نحن بدنا أنه يكون إذا في مجال يكون زيادة بالمواقع جهد أكبر بالمواد الإسرائية عم نشتغل عليه ويعني ضم مجال التعليم مجال حيوي ويموت يتيح الإبداع فنحن نشتغل على أنه تحقيق هالأمنيات لهالطلبة هاي يعني وللأهالي كمان وصارت الأرقام جيدة جداً على مستوى المدرسة نحن تأول مدرسة في سوريا حصلت على الترخيص للتعليم الافتراضي لدينا ما يتجاوز سبعة ألاف طالب سبعة ألاف طالب رقم ليس بالقليل صوراً سبعة ألاف سبعة ألاف وما فوق هذا الموضوع صار أمر واقع صار مهم إلنا نحن صار مهم لسوريا حقيقة للمساعدة أستاذ أماما أول شيء من أن أقول لك شكراً لحضورك لليوم وشكراً لكل المجهود اللي عم تقدموا أكيد تحياتنا وتصبحاتنا لجميع كادر المدرسة نحن اليوم فخورين بأي إنجاز سوريا عم يتقدم ضمن الظروف اللي عم نمرأ فيها أدري لهم تثبتوا أنه نحن موجودين وخاصة بالمجال التعليمي شكراً للك ونحن هيك بانتظار كل شيء جديد منكم الله أعطيك العافية نحن كما نقول شكراً لكم أنتو شكراً للاهتمام بالتعليم نحن نعرف دوماً إذا بدك تأمن مثل ما بيقولوا الاحتياجات بدك تهتم بالزراعة إذا بدك تأمن ما يتعلق بالتطوير تهتم بالصناعة إذا بدك تبني وطن لازم نهتم بالتعليم دائماً نحن نقطع الأكبر